في نفس الوقت أنا بشكر جدا 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 جمهور النادي الأهلي في الإمارات مش في الإمارات بس في الإمارات وفي السعودية وفي قطر قبلها وفي كل البلاد العربية سواء سلة طيرة قدم يد في كل حتة جمهور النادي الأهلي حاضر وداعم للفريق بيدعم النادي الأهلي من قلبه مؤذرة جمهرية كبيرة جدا جدا وإن شاء الله يوم الخميس إن شاء الله يكون لها عامل السحرة على أداء النادي الأهلي خد بال حضرتك لو حضرتك مش موجود في المباراة اللي فاتت ما كانش امام عشور عمل كده ما كانش امام عشور جاب القوة اللي جواه اللي تخليه في الدقيقة 93 ولا في دقيقة 94 يدوس على نفسه في الاسبرينت ده ويوصل وانا عايز كل جمهور النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاي يعني من النهاردة لغاية يوم الخميس كل تذاكر يشتروها وانا عارف ان ده هيحصل لانه زي ما بقول لحضراتكم قوة النادي الاهلي في جمهوره قوة النادي الاهلي في المباراة اللي فاتت في جهازه الفني ولعبته وكل حاجة ولكن قبل كل دول حضراتكم جمهور النادي الاهلي اللي موجود في بوزابي ومنتظر حضراتكم انا ليه بقول هذا الكلام لانه لازم حضراتكم مش لازم انا متأكد ان حضراتكم هتبقوا موجودين يوم الخميس والله العظيم تلاتة وجود جمهور الاهلي بيفرق كل حاجة في الدنيا بيفرق بيخلي زي ما شفتو كده انا بشوف ان امام عشور امام قال لي كده قال يا كابتل اسلام انا الجمهور دوس يا امام دوس يا امام دوس يا امام في دعري خلوني اجري زي القطر زي القطر فعشان كده انا بقول لحضراتكم وجودكم مهم جدا جدا عشان الاهلي يكسب وفرصة ان انا في مكان رائع كلنا بنحبه فابوظبي هذا البلد الكبير الشقيق اللي كل كانك قاعد في مصر كأنك بتتفرج على الاهلي في السادة القاهرة وبالمناسبة مجلس ابوظبي منذ قليل اعلن عن استمرار طرح تذكر المباراة النهائية واكد ان التذكر لا تزال متوفرة بكافة فئتها عن طريق الحجز الالكتروني لمن يرغب جمهور النادي الاهلي انا هنا ده دوركم زي ما حضراتكم شايفين اهو مجلس ابوظبي الرياضي تذكر نهائي السوبر المصري لا تزال مطروحة بكل فئت احجز تذكرتك عن طريق الحجز الالكتروني اهو الQR كود اللي موجود امام حضراتكم ده اعتقد على الصفحة رسمية للنادي الاهلي ويا شباب حطوا حطوا اللينك ده ايضا على صفحة القناة لو سمحتوا حطوا برضو اللينك ده والحجز عند على الصفحة رسمية للقناة علشان كل جمهور النادي الاهلي دلوقتي يخلص التذاكر والله انا اللي يهمني انا اللي يهمني ان يكون حضراتكم موجودين يوم الخميس لانه دوركم كبير جدا جدا لو تشوفوا اللعيبة بتتكلم ازاي والله العظيم تلاتة اللعيبة بتقول احلى حاجة في الدنيا شفناها في الماتش اللي فات هو الجمهور انا اسف هفتكر الماتش اللي قبل الماتش ده اللي هو كان ماتش مودرن فيوتشر وبيرامدز اربع يعني ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش اربع تنفرج اللي عادي في الاستاذ كله وانا كنت اقاري تصريح لبعض اللعابين بيتكلموا بيقولك الجمهور الغفير ان شاء الله يجي في الماتش ده من بعض العباد بيرامدز وكده فما شفناش غير اربع تنفرج هو ده يعني انا الحقيقة لا ارى اي مباراة لكرة القدم بدون جمهور لا ارى انا ما بحبش كده انا دايما الجمهور بالنسبالي لعيب الكرة للعب في وسط 100 ألف و200 ألف و150 ألف والله العظيم ثلاثة مهما تقوله هيقولك اهم حاجة في حياتي هو الجمهور لما تيجي تسألني تقولي اهلا لحظات حياتك هقولك لما بنزل الملعب والجمهور بيستقبلني وبيسقف لي احلى لحظات حياتي احلى حتى من ايه بالنسبالي انا بتكلم عن نفسي انا كنت بنتظر هذه اللحظة كان جسمي كله بيقى اشعر جسمي كله كان بيقى اشعر لما كنت بقى حضراتكم بتندهوا على واحد واحد فينا كلنا كان لعيبت الجيل بتاعنا كانوا كلهم بينتظروا وينزلوا ليه؟ عشان نعرف مين اللي كان كويس المطش اللي قابله من خلال نداء الجماهير اول واحد كان بيت نداء يعني مثلا يعني الاهلي لاعب سراميكا كلوبطر النهاردة انا بعرف ازاي ان انا كنت كويس او ان انا احسن واحد في الفرقة لما لعب المطش اللي بعد اللي هو مودرد فيوتشر الاقي اول واحد بتنده اسمه والجمهور بيشجعه اسلام فكلنا كلعيبة كنا بننتظر جمهور ننتظر حضراتكم فاهم حاجة وجهة نظري يوم الخميس اللي جاي ان الجمهور يبقى مالي الاستاد جمهور النادي الاهلي يبقى مالي الاستاد لان لو جمهور النادي الاهلي يبقى مالي الاستاد انا شخصيا من جوايا حبقى متيقن ان انا اقرب للفوز لانه بعد ربنا محدش يقدر يوقفني كلعيب يعني اي لعيب من دول في الملعب حيموت نفسه والله كل اللعيبة بتقول لها كابتن احنا من موتين نفسنا ودايسين مع ان انا مش قادرين عشان خطر الجمهور فحضراتكم دايما اللي بتسعدونا وحضراتكم دايما اللي بتبسطونا والله الكلام اللي انا بقوله ده بقوله من قلبي لان هذه هي الحقيقة